بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافئة الرافعة إذا وجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشخمة ما أصحاب المشخمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النظيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوب عليهم ولدان مفلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يمزكون وباكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخطود وتلع مندود وظل مندود وماء مسعوب وباكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مغنوعة وفرش مرضوعة إما أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين تلة من الأولين وتلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحلوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترابين وكانوا يسرون على الحنق العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيضا أغلون المكذبون لآكلون من شجر من زفهم فمالئون منها البتون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أبرأيتم ما تنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أبرأيتم ما تحرطون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقواما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أبرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أبرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكلون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن موتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصرية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم